بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان قبس من العقيدة الإسلامية الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حافظه الله الدرس الثالث والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في موضوع أشراط الساعة ونخص بحديثنا هذا بيان خروج الدابة التي ذكر الله خروجها في قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون قال الإمام بن كثير رحمه الله في النهاية قال ابن عباس والحسن وقتاده تكلمهم أي تخاطبهم مخاطبة صريحة ورجح ابن جرير أن معنى تكلمهم أي تخاطبهم تقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وحكاه عن علي وعطاء وقال ابن كثير في هذا نظر ثم قال وعن ابن عباس أن معنى تكلمهم تجرحهم بمعنى تكتب على جبين الكافر كافر على جبين المؤمن مؤمن وعنه أن معنى تكلمهم تخاطبهم وتجرحهم وهذا القول ينتظم المذهبين وهو قوي حسن جامع لهما والله أعلم وقال أيضا في تفسيره هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق يخرج الله لهم دابة من الأرض قيل من مكة وقيل من غيرها فتكلم الناس وقال القرطبي في تفسيره قوله تعالى وقع القول عليهم اختلف في معنى وقع القول عليهم وفي الدابة فقيل معنى وقع القول عليهم وجب الغضب عليهم قاله قتادة وقال مجاهد أي حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون وقال ابن عمر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وجب السخط عليهم وقال عبد الله بن مسعود وقع القول يكون بمعنى موت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن قال عبد الله أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع قالوا هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال قال يسرى عليه ليلا فيصبحون منه قفرا وينسون لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم وذلك حين يقع القول عليهم ثم ذكر أقوال أخرى في معنى وقع القول عليهم إلى أن قال قلت وجميع الأقوال عند التأمل ترجع إلى معنى واحد والدليل عليه آخر الآية إن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون وقرئ أن الناس بفتح الهمزة وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض واختلف في تعيين هذه الدابة وصفتها ومن أين تخرج اختلافا كثيرا قد ذكرناه في كتاب التذكرة انتهى كلام القرطبي وعن حذيفة ابن وسيد الغفاري رضي الله عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات وذكر منها الدابة رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالس ومسلم وأهل السنن وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ولمسلم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها والدجال والدابة الحديث ولمسلم أيضا من حديث قتادة عن الحسن عن زياد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالعمل ستا الدجال والدخان ودابة الأرض الحديث وقال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن أبي حيان عن أبي زرعة عن عبد الله بن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه لم أنسه بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى فأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا قال ابن كثير أي أول الآيات التي ليست مألوفة وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء قبل ذلك وكذلك خروج يأجوج ومأجوج فكل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر مشاهدتهم ولأنهم بشر مشاهدتهم وأمثالهم مألوفة فأما خروج الدابة على شكر غير مألوف ومخاطبتها للناس ووسمها إياهم بالإيمان والكفر فأمر خارج عن مجار العادات وذلك أول الآيات الأرضية كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية انتهى كلام ابن كثير رحمه الله وعمل هذه الدابة كما جاءت به الأحاديث أنها تسم الناس المؤمن والكافر فأما المؤمن فيرى وجهه كأنه كوكب دري ويكتب بين عينيه مؤمن وأما الكافر فتنكت بين عينيه نكتة سودا ويكتب بين عينيه كافر وفي رواية فتلقى المؤمن فتسمه في وجهه نكتة فيبيض لها وجهه وتسم الكافر نكتة سودا يسود لها وجهه ويشترك الناس في الأموال ويصطحبون في الأمصار يعرف المؤمن الكافر وبالعكس حتى إن المؤمن لا يقول للكافر يا كافر اقضي حقي وأما صفتها فقال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر بن سعدي رحمه الله في تفسيره وهذه الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان وتكون من أشراط الساعة كما تكاثرت بذلك الأحاديث لم يذكر الله ولا رسوله كيفية هذه الدابة وإنما ذكر آثارها المقصودة منها المقصودة منها وأنها من آيات الله تكلم الناس كلاما خارقا للعادة حتى يقع القول على الناس حين يمترون بآيات الله فتكون حجة وبرهانا للمؤمنين وحجة على المعاندين انتهى قلت وقد أنكر بعض المعاصرين خروج هذه الدابة واستبعدوا ذلك وبعضهم يؤولونها بتأويلات فارغة وليس لهم حجة في ذلك سوى أن عقولهم لا تتحمل ذلك والواجب على المؤمن التصديق والتسليم لما جاء عن الله ورسوله لأن هذا من الإيمان بالغيب الذي مدح الله به المؤمنين ولا مجال للعقول فيه هذا ونسأل الله نسأل الله الهداية والتوفيق لمعرفة الحق والعمل به وإلى الحلقة القادمة بإذن الله لنواصل الحديث في موضوع آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ترجمة نانسي قنقر